ومفرد النعتا لمبنيين يلي يفتح أو يصيبا أو يلقع تأتي ليوظف رحمه الله في هذا حكمة تابعي اسمي لا نفي الجنس قال المفرد المفرد النعت المفرد لمبنيين ويلي لك في ثلاثة وجهة تقول لا رجلة وريفة رائب وريفة نعت لمفرد مبني وقد جاء بجانبه مباشرة لكن تقول لا رجلة وريفة بفتحهما تقدر لك ركبت النعتا والمنحوزة قبل الدخول لها فصار شيئا وحدهم ما دخلت عليهم لا عليهم لا فصار شيئا والعرب تركبوا شيئا لا تركبها لا تركبها ولكن تقول لا رجلة وريفا غائب وريفا نصبتها تبعا لمحل اسمي لا لأنه بعد فتح لحي نصب ولكن تقول لا رجلة وريفا غائب رفعتهم تبعا للأم اسمي لأنه معا حلا محل المنتجين اشتركوا في القناة 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 قالوا مستطاعا اما خبر عن عمراء انتقضت قاعدتكم قلتم لا خبر لها او نعتن لها انتقضت قاعدتكم لقولكم انه لا اتبعوا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اسفات الخبر اذا كان معلوما فهو واجب حتى عند الطائعين والتنميين وراجح عند الحجازيين قال تعالى الناس طرح ولو ترى انفزعوا فلا فوت ايه لهم قالوا لا اضير علينا فان لم يعرف لا بد من ذكره لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا احد اغياره من الله قال اذا اللقاح غدث ملقا اصرتها ولا كريم من الولدان مصبوح هو موجود لكنه غيره مصبوح الخبر لو لم يتكلم مع عريفه فانا قولي وشاعر في الى الباب يسخط الخبر الى المراد ومع السقوطها الله عزيز